هل مازال تأثيرها حتى الآن نفس تأثيرها زمان؟ هي الحدوثة حدوثة حطتها في مسلسل حطتها في فيلم حكتها هي حدوثة فهي إحنا اللي بنقول The power of the story أو قوة الحدوثة قوة الحدوثة في تأثيرها على الإنسان وإزاي بتبقى معاه وفي بقى دراسات كتيرة قوية عملت على قد إيه إن الحدوثة بتبقى مع الإنسان مد أطولاً أي حاجة تانية بيستقبلها في حياته فالحواديد بتأثر علينا بتأثر على قراراتنا بتأثر على اختياراتنا بتأثر كمان في الأطفال على السلوك اللي هو بقى مهتم بيه كل أب وأم خليه يصل حضرتك سؤال مهم جداً زي ما كان شازلي بيقول وقتها مهمة قوي الحالة اللي كنا بنعيشها قبل الحدوثة دي كانت مهمة جداً البوند اللي بيحصل ما بين الطفل وأمه زي ما كنا بنتكلم قبل الهواء كده لما تاخد الطفل في خضنها وتقراله من كتاب أو هي تحكي الحدوثة الأمبيانس دا كله كان مهمة قوي بالنسبة للطفل هل النهاردة بيفرق إزاي الطفل بيستقبل الحدوثة دي فإن أنا بأهله للوقت دا ازاي؟ ولا في ساعة أمهات لو دلوقتي يلا بسيكون موبايل مش مهم يعني أنت أكيد فاهمة الفرق ما بين زمان كان عامل ازاي؟ ودلوقتي الموضوع بعامل ازاي؟ بصي أنا بحب بقى عملية ورياليستيك يعني حقية يعني الولاد هيمسكوا الموبايل والأمهات بتضطرر تدي الولاد الموبايل عشان كل حاجة ماشي آخر عشرة دقايق في اليوم اللي هو حضركم ده بتكلم عنها اللي هو هاخده في السرير هنخش في مود النوم هعمل ريلاكسيشن وهنحكي حدوطة ببساطة من غير ما كنا نحط فيها قيام كثيرة ونتقلها بنسق الحدوطة ونحكيها ده بيعمل كذا حاجة أولا بيدخل زي ما حضركم قلت الولاد في ريلاكسيشن دي حاجة مصدر أمان هو جام ماما وبابا في السرير في هدوء كل ده بيعد الولد أنه في حالة نومه وهدوء وهنخلص بحدوطة بقى تبقى معاته للليل بقى حط في الحدوطة اللي انتوا عايزينه بس من غير ما نبقى قصدين قوي وخلاص أحلى وقت طيب جميل جدا احنا يعني بيبقى نفسنا نعلم الولاد كل حاجة صح وكل حاجة حالوة ولما بنشوف عليهم بعض الحاجات السلبية اللي بيعملوها بنبقى عايزين نوجههم بس طبعا بنسمع من الخبراء زي حضرتك ان احنا ما نوجهش الأولاد بشكل مباشر مدخلش مثلا لو لقيته وليكن بدأ يكذب مثلا اقول له لا او الكسب لا مدخلش الدخلة المباشرة دي وحاول اغلفها له او احكيها له في قصة حدوتها عندنا مشاكل في ان احنا بيكون عندنا ايه قوة كده في كمية المعلومات اللي احنا بندهاله في وقت معينه مفروض ما انا بحكيله حاجة قصة في لحظة استرخاء هو داخل على النوم خلاص فلازم اديله حاجة بسيطة جدا عن هذه الفضيلة لكن مدخلش بكمية معلومات وقوة معلومات بتبينه ان انا اصد ان انا اعلمه حاجة زي دي وكنت بتكلم مع حضرتك قال للهوى ان انا مثلا باجي مثلا احكي البنتي وليكن قصة فبعد اقول لها كم فيه زمان بنوتة صغيرة كانت بتعمل ولسه بقى هسترسل تقول انت اصدك علي فاتخليني اسكت احاول تاني يوم اغير القصة اقول لها ايه كان فيه ولد زمان تقولي لا هو مش ولد على فكرة هو هي بنته وباباها اسمه محمد في ايه بقى المشكلة عندي لا ادراكهم بقت 60 مرة اكتر مننا ده 100% ده 100% الحاجة التانية احنا كمان مغيرناش قوي في طريقة الحوادين بتاعتنا عشان كده اقول لك مثلا الجأ لك الكتب لانه طالما احنا يعني دلوقتي فيه كتب جديدة وصلين لنا يبقى نلجأ لكتب اه لان فيه كتب جديدة دلوقتي بتتعامل مع المواضيع دي بذكاء يعني بننمس في الحاجة بس من غير ما ايه من باية من نعملها كمان كنت عايز اقول ان الاطفال عمتا بتوع الجيل يعني الاجيال دي جد السنين دي بقوا اسكية جدا وبقوا ضد جدا الحاجات المباشرة النصائح المباشرة اللي اعمل سوي اطلع كده صح بتيجي الحدوتة هنا تغدبنا في ايه اولا انا بحطه في مكان وزمان غير اللي احنا موجودين فيه بابطال غير اللي احنا نعرفه والبطل عمتا للاطفال بيبقى هو ده الرول موضل فلما اجي اقوله انه ولد بس هو انا يعني ولد زيك اللي هو انت اللي هو عايزك تعمل كذا خلاص ده برضه هتمد على السن يعني خمس سنين هقدر دخل حيوان بطل اكبر من كده مش هينفق ملحاتت بقى المهمة جدا اللي انا بقى فهماها سن الطفل ايه واحكي له ايه لانه مش كل خصص طفل فهمينا بقى يا دكتور من امتى الامتى اصلا الحدوطة تبتدي من امتى